حجتان برر بهم الرئيس صدام غزوه للكويت الأولى قوله أن الكويتيين قالوا راح نخلي العراقية تنزل للشارع بعشر دنانير قالوا لي القانون يحاكم صدام حسين لأن الكويتيين قالوا أن العراقية راح نخليها بعشر دنانير تنزل إلى الشارع تأمل التعميم في كلمة الكويتيين وهو الذي قال أثناء محاكمته أنه لا يحب التعميم فقد يكون قائل هذه العبارة السخيفة الحمقاء واحدا أحمق أهوج وليس كل الكويتيين وحتى لو فرضنا أن عشرة كويتيين أو مئة وحتى ألف تلفظوا بهذه الجملة الحقيرة أما كان الأبسط والأسهل والأكرم والأسهل والأسلم أن يرفع أبو عديس سماعة الهاتف ويطلب من حكومة الكويت معاقبتهم ومؤكد مئة في المئة أنه سوف يطاع وستسارع الحكومة الكويتية إلى الاعتذار للشعب العراقي الشقيق وتنتهي المسألة عند هذا الحد بلا غزو ولا حروب ولا دمار لأن لا يمكن أن تكون حكومة الكويت راغبة في مناطحة جيوش صدام حسين لكن الزمن الذي جاء فيما بعد أثبت أن سبب الغزو شيء آخر أكبر من مسألة العشر الدنانير أما الحجة الثانية فهي إعلانه أكثر من مرة أن الفرع عاد إلى الأصل بل وزع لوحات مرور على السيارات الكويتية باعتبار أن الكويت محافظة عراقية وفي رأيي أنه في الحجتين لم يكن صادقا ولا صريحا وإنما دافعه الخفي هو أنه وهو الخارج من حربه مع إيران منهكا قريبا من الإفلاس وبكثير من الإحباط والغضب وبالنزع الثأرية المترسخة في سلوكه منذ الطفولة قرر المقامرة فلابد من النجاح في ضم الكويت وأموالها وترواتها وتهديد السعودية من أجل تركيع الخليجيين وحلفائهم الأمريكيين والأوروبيين وإجبارهم على اعتباره قائدهم أجمعين وإصراره على البقاء في الكويت ورفض الانسحاب كان خياره الوحيد لأن انسحابه سيكون نهايته الشخصية ونهاية عهده بالتأكيد ولذلك فقد تجاهل جميع النداءات العالمية والعربية والنصائح والرجاءات التي كان بعضها من محبين للعراق خوفا عليه وعلى حاضر شعبه وغده وبعضها الآخر كرها بأمريكا التي كان رئيس جورج بوش الأب مهرولا إلى الحرب بشبق منقطع النظير باحثا عن أي عذر وعن أي حجة لتدمير الدولة العراقية وسحق الجيش العراقي بدوافع عدوانية مبيتة شيء آخر إن من المؤكد أنه في قرارة نفسه لم يكن واثقا من النجاح في إبقاء الكويت تحت سيطرته بل كان يتوقع أن يجبر على الانسحاب في النهاية ولكن كبرياءه الشخصي كان يمنعه من الاعتراف بذلك فلو كان فعلا مؤمنا بأن الكويت هي الفرع الذي عاد إلى الأصل وأصبح المحافظة التاسعة عشر العراقية فلماذا سمح أو بالأحرى لماذا أمر بنهب وزاراتها ومؤسساتها ومنازل حكامها ومواطنيها وتخريب ساحاتها وشوارعها وتدمير وزاراتها ومؤسساتها وحرق آبار نقطها الأسئلة كثيرة ولا تنتهي يقول الأستاذ محمد السقر رئيس تحرير جريدة القبس الكويتية في حديث لقناة MBC كانت لدينا في مطابع القبس ماكنة طباعة ضخمة استغرق نصبها ثلاثة أشهر وقد أراد العراقيون تفكيكها ونقلها إلى العراق فوجدوا أن عملية التفكيك تحتاج إلى وقت طويل فهدموا الجدار الخلفي من المطبع وحملوا الماكنة في 24 ساعة ثم أخذوا الورق والأحبار وكل ما في المطبع من مواد وأجهزة ويضيف لم يتركوا شيئا لقد أخذوا حتى مقابض الأبواب فهل هناك من يفسر لنا هذا اللفظ؟ لقد حررنا الكويت وأعدناها إلينا فلما نسرقها وننهبها ونخربها